سلام للجميع من اخوكم هيسا متمنى منكم بس قبل ما نبلش الفيديو تدعمونا بس بلايك اليوم بدنا نرجيكم صورة كيف حزب الله ترك سلاحه كالعادي وحتى كمان اليوم حزب الله عم بيرجع يترك علم حزب الله تعرفوا علم حزب الله خلونا نشوف التفاصيل من المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افخي ادرعي جيش الدفاع يستهدف خلال الساعات الماضية اكثر من 230 هدف ارهابي في لبنان وقطاع غزة ومن ضمنها سلاس مقرات في عمق لبنان تابعة للوحدة الجوية لحزب الله الوحدة 127 يعني حتى بيعرفوا شو اسم الوحدة تبعيتهم والمسؤولة ايضا عن اطلاق المسيرات نحو اسرائيل رصلت قوات الفرقة 98 غرفة عمليات كان يعمل في داخلها عناصر حزب الله الذين شكلوا تهديدا على القوات حيث جنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو غارة على الموقع وقلت على الارهابيين الذين يقدر عددهم بحوالي 15 ارهابيا من حزب الله في الايام الاخيرة تواصل الفرقة 91 عن شطتها الهجومية والمحدودة في منطقة جنوب لبنان ضد حزب الله الارهابي الى جانب المهام الدفاعية عن بلدات الجليل يعني متل ما عم نسمع ونشوف يا جماعة انه هلا الجيش الاسرائيلي عنده مهام محددة بس على الشريط الحدودي يعني بعمق 2-3-4 كيلو متر داخل لبناني ولكن انا بتوقع انه مع الوقت يعني بعد اشهر بعد هالفترة يمكن يفوتوا بعد باعمق يمكن يفوتوا حتى للنهر الليطاني تنكملكم قوات الفرقتين 36 و146 العاملة في جنوب لبنان قضت خلال الساعات الماضية على الارهابيين من الارض والجو واستهدفت عشرات الاهداف الارهابية ودمرت العديد من الوسائل القتالية يا جماعة المسيرات الاسرائيلية والتقنيات اللي بتمتلكها الجيش الاسرائيلي عم بيشوفوا عناصر حزب الله مش عم يشوفون كاشخاص بس عم بيشوفون بوضوح يعني عم بيشوفوا شو لونه عيونه متل ما شايفين يا جماعة انه حزب الله ما قل القدرة لاسرائيل ونحن عم نشوفوا الضربات اللي عم تنزع عليه على الجنوب اللبناني يعني لأم تح يضلون هاك يعني لعندهم لا قادة ولا قيادة وبعدهم عم بيقاتلوا يعني محلهم يفهموا انه يتركوا هالسلاح او يسلموا سلاح للجيش اللبناني ويقضوا متل العالم والناس هلا خلونا نشوف وضعوا لحزب الله بسوريا متل ما منعرف يا جماعة وبالأيام الماضية النظام السوري عم بيشد الخناك على حزب الله الفرق الرابع وماهر الاسد عم بيشد الخناك على حزب الله من بعد ما حزب الله عم بيتكبت خسائر عسكرية بالجنوب اللبناني وبالضاحية وبالبقاع بل حتى على الاراضي السورية واخرة اجت اسرائيل وقصفت مستودع اسلحة وصواريخ لحزب الله باللازقية ونحن حكينا عن هذا الموضوع الانفجارات الصواريخ تبطير يمين وشمال هلا ليش النظام السوري بشار الاسد وماهر الاسد عم بيشد الخناك على حزب الله لانه ماهر الاسد اجته رسالة انه اذا بدك تدعم حزب الله او تنقله سلاحه او تساعده اي شي بده يسير فيك متل مين متل حسن نصر الله فبيكون قالك ماهر الاسد شو بدي بها الشغلة شو بدي بحزب الله بعدين متل ما بنعرف انه في كتير حساسية بين الفرق الرابعة وماهر الاسد وحزب الله وبالسنوات الماضي كان يكون في اشتباكات متفرقة بينتهم هلا صح حزب الله وماهر الاسد عندهم مصالح مشتركة بالكبتاجون والمخدرات ولكن وقت وصل انه يتعرض ماهر الاسد لمصير حسن نصر الله قالك ماهر الاسد شو بدي بقى بحزب الله مني عايزه بليه خلونا نشوف اخر المعلومات استمرار لاجراءات تقييد حزب الله قوات النظام تحقق في تخزين الصواريخ قرب موقع عسكري استهدفته اسرائيل في اللازقية اوقفت مخابرات النظام السوري افراد وضباط للتحقيق في قضية تخزين سلاح حزب الله قرب رحبة اليهودية عند مدخل مدينة اللازقية الجنوبي الغربي بعد استهدافها من قبل اسرائيل فجر يوم الخميس ب17 اكتوبر ووفقا بمصادر المرصد السوري فان المستودع كان يستخدم تخزين قطع السيارات وقوات النظام فتحت تحقيقا لاعتقال المطورطين بالعمل مع حزب الله دون ان تبلغ القيادة العسكرية المتواجدة في المنطقة معناته يا جماعة اي حدن هلأ بياخد رشوة وعشان يخبيله سلاح لحزب الله النظام السوري وماهر الاسد بدهم يعملوا فيه اللي ما بينعمل يعني هلأ فيكن تقولوا انه ماهر الاسد اخذ القصة جدية وفاية ومفتح عيونه اي حدن بيغلط بيساعد حزب الله بده يعمل فيه لانه ماهر الاسد بيعرف انه ما في الغلط مع اسرائيل يعني شفنا اسرائيل شعملت بحزب الله شفنا اسرائيل شعملت بحماس وانا قلت لكم يا جماعة انه وقت اسرائيل تتخلص ما فينا بقى نقول يعني من حماس لانه حماس انتهت ولكن هلأ بس لما اسرائيل تتخلص من حزب الله او بنسبة 80-90% تتخلص من حزب الله انا اللي بشوفه الضربة هتكون على الميليشيات الايرانية بسوريا هيدا اذا ماهر الاسد طلع بيفهم وما تدخل او ساعد حزب الله او هول الميليشيات ومن بعده بينتقلوا بحسب تقدير الشخصي بينتقلوا عند الحشد الشعبي انا بنظري الحشد الشعبي منظم ارهابية اكتر من حماس واكتر من حزب الله خلونا انكملكم وتسببت الغارة الجوية الاسرائيلية بتدمير المستودع في منطقة اليهودية واسفرت عن انفجارات عنيفة متتالية نتيجة انفجار الصواريخ التي تتطايرت شظاياها الى المنازل المأهولة بالسكان وسيارات المدنيين القريبة من الموقع مما ادى لاضرار مادية جسيمة تمثلت بدمار كبير لحق السيارات ودمار واسع في واجهات وشرفات العديد من المنازل وهذا الشي نفس الشي عم بيعمل حزب الله بالضاحة الجنوبية وبالجنوب اللبناني عم بيحط الصواريخ تحت الابنية جميع تحت الابنية حتى كمان شبكات الكهرباء تأزت وتزامنت مع اصوات صواريخ الدفاعات الجوية التابعة للنظام التي حاولت افشال الهجوم الاسرائيلي واندلعت حرائق كبيرة استمرت لساعات بعد الغارة الجوية العنيفة على المستوضع ودمرته بشكل كامل يا جماعة انا حسب اللي عم بتابعوا وبشوفوا انه كل ضربة اسرائيلية عم بتكون دقيقة بنسبة 99% لمية بالمية ليش؟ لانه شفنا نحن الاختيالات اللي عم بتصير بقيادات حزب الله بالجنوب اللبناني عم بيسبوه هو بالسيارة عم بيسبوه هو بالبات يعني هني مش عم بيطلقوا اي رصاصة واي صاروخ الا ما يتأكدوا انه هيدا فيه قيادي هيدا فيه مسؤول هون فيه حسن نصر الله بالضاحية هون فيه كذا عرفتوا كيف؟ ونفس الشي بالنسبة للمستوضعات الصواريخ لحزب الله مثل ما شفتوا مستوضع صواريخ واسلحة باللازقية هيدا اسرائيل كيف عرفتوا؟ يعني اسرائيل مش عم تضرب مثلا مستوضع اثنين ثلاثة اربعة خمسة ليطلع واحد منهم انه فيه صواريخ لا عم منشوف انه كل ضربة عم بيكون فعلا فيها صواريخ وكمان احنا شفنا بالضاحية الجنوبية واذا تستهدف اسرائيل اي مبنى بالضاحية الجنوبية او بالجنوب عم منشوف كمان انه فيها صواريخ عم تطاير الصواريخ هلأ كيف الاسرائيليين عم بيعرفوا بهيدي المواضيع ما منعرف يعني عندهم تقنية عندهم ناس بيساعدون ما منعرف اما يا جماعة اللي نعرف ومنشوفه كمان انه ماهر الاسد وبشار الاسد ما اطلقوا اي رصاصة على اسرائيل وكمان اسرائيل ما استهدفتهم ولا عملتهم اي شي وانا بستبعت كل البعض انه بشار الاسد او ماهر الاسد يساعدوا حزب الله نحنا شفنا شو صار بحزب الله بشار الاسد ما بعد جندي واحد على الجنوب اللبناني لا يساعد حزب الله بشار الاسد خزل حزب الله خزل المؤيدين لحزب الله كانوا ينفخونا يقولوا بشار الأسد يا حبيب المقاومة ويا حبيب الممانعة طلع كل ياتوا كذب بشار الأسد استخدم حزب الله وآخر شي كبوهن يعني أنتوا برأيكم بالنسبة لبشار الأسد من هو حزب الله ميليشيا مسلحة من قبل إيران يعني أنتوا برأيكم بشار الأسد حيعطيها إيمي لحزب الله ولا ممكن شكرا